شلونة شغل الواتساب على الايباد وشلونة فعلة بدون شريحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم سيد محمد الهاشمي اليوم انا يبتلكم الطريقة شلون تقدر تنزل الواتساب على الايباد لانه ما ينزل على الايباد وشلون تقدر تفعله بدون ما يكون عندك شريحة يعني على سبيل المثال انت بتحط الواتساب حق ولدك بنتك على الايباد بحيث انه يقدرون يتواصلون معاك وانت مقريب منهم عشان تقدر تنزل الواتساب على الايباد راح تحتاج كمبيوتر ويندوز او ماك وتدخل على موقع cdimpactor.com الروابط راح تلقونها كلها موجودة تحت في التعليق هذا الموقع راح تنزل منه برنامج اول ما تبطل الموقع راح يطلع لك مكتوب ويندوز او ماك نزل حسب الجهاز اللي موجود عندك بعدها اتفعل هذا البرنامج تسوي له install اللي هو setup اللي هو تنصيب للبرنامج خطواته جدا سهلة على الماك مجرد ما تنزل للملف راح تسحبه وتحطه على folder application ورح ينتقل بروحه الى البرامج اما بالويندوز الطريقة المعتادة اول ما تنزل الملف راح تضغط عليه double click ضغطتين ورح يتبطل لك وتشغل البرنامج الشغلة ثاني اللي راح تسويها راح تنزل برنامج الواتساب ملف بصيغة ipa هذا البرنامج وهو اللي راح ينزل عن طريق ال store المفروض ولكن احنا بندخله من خارج ال store لانه هو ما يشتغل اصلا على الايباد فاحنا راح نيبه من بره ولكن ما راح تقدر اتعرفه على الجهاز الا بالطريقة اللي راح اعلمكم عليه عشان تنزل هذا الملف في وايد مواقع توفر لك هذه البرامج الواتساب وغيرها من البرامج عندكم موقع ios ninja وعندكم موقع ايفون كيك هذال الموقعين يوفرون وايد برامج عن طريق الخطوات اللي راح اعلمكم عليها راح تقدرون تنزلونها على الجهاز بدون ما ينزل عن طريق ال store وايضا رابط تحميل الواتساب راح تلقونا تحت بالتعليقات مجرد ما تضغط عليه راح تمشي على الخطوات مثل ما انتو شايفين عندكم بالفيديو راح تنزلون الملف صار عندك برنامج cd impactor صار عندك الملف الخاص بالواتساب شغل برنامج cd impactor ووصل عليه الايباد مجرد ما توصل الايباد راح يطلع لك اسم الايباد والرغم التسلسلي له ببرنامج cd impactor الحين راح تسحب ملف الاي بي اي وتحطه على البرنامج الصغير الخاص بcd impactor راح يطلب منك بريدك الالكتروني الخاص بالايكلاود حط ايميل لك نفسه الخاص بالايكلاود البرنامج آمن تابع لي شركة cd فهم عارفين شنو قاعد يسوون وانا واحد جربته ومشى معي بعدها راح يطلب منك الرقم السري الخاص بالايكلاود دخل بريد الايكلاود واضغط على اوكي راح ياخذ شوية وقت على ما ينزلك الواتساب على الايباد ممكن ما يضبط من اول مرة سوى مرتين ثلاثة راح يمشي الموضوع ورح ينزل البرنامج على الايباد مثل ما انتم شايفين الحين نزل الواتساب على الايباد ولكن شلون اقدر افعل الواتساب بدون ما يكون عندي شريحة او ما يكون عندي رقم تليفون على الايباد نزل برنامج اسمه تكست ناو ايضا الرابط راح تلقونا تحت موجود بالتعليق هذا البرنامج راح يعطيك اوه هو رقم افتراضي من عنده الرقم هذا راح يكون امريكي لذلك لما تخزن انت ارقام التليفونات اللي موجودة عندك بالكونتاكت لازم تحط رقم تعريف الدولة يعني اذا كنت من الكويت بتكلم احد من الكويت رقم تليفونا لازم تحط له 00965 او ما راح ينضاف عندك لانه راح يتعرف على الرغم الامريكي فقط بعد ما تنزل البرنامج وتشغله راح يطلب منك ان تسوي تسجيل دخوليا اما عن طريق الفيسبوك او اذا انت كنت تبسجل من قبل والخيار الثالث انك تسوي لك اكاونت ايديد وسهل انك تسوي لك اكاونت ايديد ابدأ وسوي لك اكاونت في البرنامج بعد ما يفتح معاك راح يعطيك رقم تليفون امريكي هذا الرقم تحط بدايته زائد واحد هذا راح يكون هو رقمك الخاص بالواتساب الحين تنتقل الى الواتساب ويطلب منك انك تختار الدولة راح تختار United State اللي هي امريكا وراح تحط رقم التليفون اللي انت خذيته من البرنامج السابق راح يطلب منك البريفيكيشن كود اللي هو الرقم السري اللي راح يرسله على هذا الجهاز اهني انت ما راح يوصل لك المسج فرح تنضر لين يخلص التوقيت اللي موجود تحت ورح تضغط على زر كول مي بعد ما تضغط على زر كول مي راح ترجع على برنامج تيكست ناو ورح ييلك اتصال عن طريق هذا البرنامج وتسمع الرقم السري وتسجله عندك ترجع على برنامج الواتساب تحط الرقم السري ويتفعل معاك الواتساب هذه النسخة من برنامج الواتساب اللي اخترتها لكم فيها وايد مواصفات زيادة عن الواتساب العادي تقدر تغير الخلفية غلفية الكلام او الوان الكيبورد او حتى القياسات راح تشتغل على المقاس الخاص بالايباد وحتى من ميزاتها في الرد التلقائي سواء اذا كنت بتستخدمه حق مشروع خاص او رقم تتواصل فيه مع الناس راح يرد عليه رد تلقائي في اوقات محددة انت تتحدد له الوقت متى يرد رد تلقائي ومتى ما يرد وحتى تقدر تحدد ايام الاسبوع اللي يشتغل فيها الرد التلقائي او لا اذا ما اشتغلت معاكم نسخة الواتساب هذي دخلوا على الموقعين اللي حطيتم بالبداية تلقونهم تحت بالتعليق تقدرون تنزلون اخر نسخة من الواتساب ورح تشتغل معاكم لان اذا انزلت نسخة يديدة من الواتساب راح يشوف ان الاصدار اللي عندي قديم وما راح تشتغل من اول مرة كان هذا موضوعنا لهذا اليوم اذا اعجبك الموضوع ارساله لأصدقائك لا تنسى تسوي شير سبسكرايب اشترك بالقناة لايك على الفيديو سؤالنا لهذا اليوم هل انت تحتاج برنامج الواتساب على الايباد كتبو لنا تحت بالكومنت كان معاكم سيد محمد لاشيمي مع السلام اشتركوا في القناة